بداية تحية لكم ولمشاهدين الكرام حقيقة موضوعة الاعتقال بتشابه الأسماء هي ظاهرة معقدة ومركبة لكونها تتداخل ما بين الجانب القضائي والجانب الأمني لا سيما في المناطق المحررة التي شهدت بعض العمليات الإرهابية والتي تحررت وكما ذكر تقريركم على الرغم من مرور العديد من السنوات إلا أن هذه الحالة لم يتم حسمها لحد هذه اللحظة على الرغم من الإجراءات التي أصدرتها المحكمة المركزية وكذلك المفوضية العليا لحقوق الإنسان بكل تأكيد أن عملية من أهم الأسباب التي جاءت بهذه الظاهرة هو الاعتقال بسبب تشابه الأسماء وتشابه الأسماء هو بالاسم الثلاثي فقط ونقص في البيانات والمعلومات للأشخاص المتحدة آني خلى جوياك أستاذ محمد بهذا القوضوع بس آني عندي استفسار بسيط خليني أرحب بيك بالبداية لأستاذ محمد دحام مراقب للشأن الأمني نعم نحن عندنا مؤسسات أمنية ما شاء الله طويلة عريضة سدعين الشمس وقتلنا عصابات داعش الإرهابية يعني معقولة آني كأجهزة أمنية أعجز أن أعرف أن هذا على سبيل المثال آني على مطلوب له لا أعجز أنه أجيب آلية أكتشف بيها من المطلوب ماهو تقرير هسا قبل شوية الأورو متوسطي مركزي يقول لك ناس ماتت بسبب هذا الموضوع يمنوا يفزع لنا شو الكفخات دق فوقا فوقا هجرة اعتقلة اسجنة والباقي يقول لك والحسابك تحسب والباقي على الله طبعا في الحقيقة أن هذا الملف هو من الممكن للحكومة العراقية أن تحسمه بشكل نهائي ولربما تكون هناك بعض الخرقات لكن الآن في العراق يعني على ما يبدو خصوصا في القضايا الإرهابية هي وكأنما هناك شبه نية مبيتة على الاستمرار والتي يقع ضحيتها المواطن البريء للاعتقال لسنوات أو لربما يصل إلى حد الاعدام وهذا طبعا هو انتهاك صارخ لمبادع حقوق الإنسان الحكومة العراقية على ما يبدو أنها بدأت عاجزة وقاصرة في حل هذا الملف وسكوت الجانب القضايا تحديدا باعتباره السلطة القضائية التي أصدرت ذكرة القائل قبض لا بد لها أن تقوم بمجموعة إجراءات أهمها هو التأكيد على ما تم الإقرار عليه من قبل المحاكم المركزية لا سيما أنه لا بد أن يكون هناك معلومات كاملة عن المطلوب ألا وهي الاسم الرباعي واللقب واسم الأم والمواليد ومحل السكن والوظيفة إلا أن هذه الإجراءات لم يتم الأخذ بها ولا زال أغلب الناس الأبرياء عندما يتم تنقلهم سواء بين المحافظات أو السفر إلى خارج العراق يتم إلقاء القبض عليهم على الإسم الثلاثي وهذا هو مخالفة وانتهاك صارخ وتعسف باستخدام الحق إلى أي مدى تفتح هذه المشكلة وهذه الأزمة الباب أمام الابتزاز فعليا والمساومات؟ طبعا بكل تأكيد أن أكثر الناس الأبرياء التي تم القبض عليهم سيتعرضوا بشكل وبآخر إلى ابتزاز سواء في حسم هذه الدعوة سواء من المحامين أو من ضباط التحقيق أو غيرهم وهذا بالنتيجة يؤدي إلى حالة غير صحيحة أنه يتم معالجة الخطأ بالخطأ وهذا شكل لا بد أن يكون للمحاكم العراقية وقفة جادة وحاسمة بحسم موضوعة التشابه بين الأسماء لأن هؤلاء الأبرياء ليس لهم ذنب أو جريمة اقترفوها إلا أن تم تشابه أسماءهم مع أشخاص مطلوبين للقضاء العراقي طيب أستاذ محمد هل تعتقد أن هذه الأزمة يمكن وصفها بأنها تخالف أو تنافي الدستور العراقي على اعتبار أننا دولة قانون وعدنا دستور وعدنا برلمان وعدنا حكومة فهذا منافي للدستور وماذا يجب فعله على من ينافي أو يخالف الدستور بكل تأكيد أن هذه الإجراءات هي إجراءات غير دستورية وغير قانونية فهي لا تخالف الدستور العراقي لعام 2005 ولا تخالف الإجراءات الضبط القضائي للسلطات القضائية فحسب وإنما هي تخالف كل الإجراءات والأعراف لا سيما تعليمات المفوضية العليا لحقوق الإنسان وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فبالنتيجة عندما تجتمع دعوة ويتم إدانتها من كل هذه التشريعات بكل تأكيد بمعنى أنه لا بد أن تكون هناك وقفة جادة وحاسمة لحسم هذا الملف الذي ألقى بآلاف الأبرياء في السجون العراقية بدون ذن